فقى عدد الملقحين ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المملكة 4.284.000 شخص بالنسبة للحقنة الأولى فيما فقى عدد الملقحين بالحقنة الثانية 2.844.000 شخص من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة عن تشجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقابل تم الإعلان عن تعافي 507 حالات وفيما يتعلق بالوفاة فقد أعلن عن تشجيل 11 حالة وفاة وذلك في الرصد الوبائي للـ 24 ساعة الماضية